اشتركوا في القناة اكتشفنا بالدوية الحقوق مقعدة تماما محتاجة لكرسي وفراش ضد التقرحات بعد جلب الملف الطبي شفنا مع الطبيب الوطني الاعضاء الاصطناعية والوحقها والطبيب الضمان الاجتماعي والحمد لله توفقنا واليوم جينا لزيارة تانية لتسليم هذه اللوازم الطبية من الكرسي المتحرك والفراش المدد للتقرحات وهذه العمليات نقوم بها يوميا باش نشوف المتقاعد المحتاج وليما يقدر الشي تنقل باش حنا نكون في المساعدة تاعة وفي الاعانة وهذه المناسبة جات مع اليوم الوطني لدوي الاحتياجات الخاصة للموافق لـ 14 مارس اليوم مرانا مدينة المتقاعدة دوي الحقوق مدينة لها اليوم في بلاتو وإن شاء الله سنقدم تاني كرسي متحرك في ميلينيوم دو بلدية بيرجير وكذلك المتقاعد سنقدم تاني كرسي متحرك في اشتيبو بلدية سيد شحمي احترعاية سيد وزير العمل وتشغيل ضمن اجتماعي ينظم الصندوق الوطني التقاعد على غرار الصنادق الأخرى أسبوع لفائدة المتقاعدين ذوي الهشة من العجزة والمرضى والغير القادرين على التنقل أسبوع زيارة بالبيت تقوم به المصالح المختصة للصندوق وهي المساعدة الاجتماعية ولذكر فإن هذا المشروع من سنة 2003 بحيث يقوم الصندوق بفرز الفئة هذه سنويا وتقوم الأخصائية الاجتماعية بالتنقل إلى محل البيت السكن بحيث تتكفل بكل الإجراءات الإدارية وتقرب وأنسنت العلاقة ما بين المتقاعدين والصندوق وتقوم بكل إجراءات من أجل اقتناء اللوازم الطبية واللواحق من صندوق الدموان الوطني الأعضاء الإصطناعية وهذا الأسبوع يدوم من يوم 7 إلى يوم 14 مارس إن شاء الله وفي هذا الصدد سنقوم بزيارة ميدانية للمتقاعدين المحتاجين وسنقوم بتقديم الكراسي المتحركة لهم واللوازم الضرورية